دكتور بارف هذا السؤال انساء الكثير ولكن كمقدمة بسيطة ما هي الكورونا الكورونا أو الكورونا فيروس بشكل عام دي مجموعة من الفيروسات منها ما هو بسيط جدا اللي بيسبب البارد مثلا ومنها ما هو بيسبب زي ما جاء سنة 2012 في السعودية اللي هي الميرس برضو بيسبب نوع من التهابات الرئوية ايضا سارس 2002 فهو سموه كورونا ليه سموه كورونا لان شكل الفيروس عبارة عن حمد نوي RNA وحواليه غلاف دهني الغلاف الدهني ده فيه زي سبايكس او بنقول عليها شوكة كده عارفة تاج مش بيبقى طالع منه كده شوكة من كل الجهات هو بالضبط ده شكل الكورونا فيروس او المجموعة دي عشان كده بيسموها كورونا طب اين اصبحنا من الكورونا الان نحن اليوم في اي مرحلة هو ده وباء عالمي فاحنا دلوقتي نعتبر الى حد ما ان احنا في مرحلة يعني الى حد كبير فهمنا المرض وفهمنا وجدنا بعض الادوية اللي هي ممكن توقف التظاهر في الحالة وعندنا اشياء كتير عرفناها عن السلالات المختلفة وعندنا التطعيم او اللقاح اللي هو المص الواقي فكل دي حاجات بوزيتف لكن او تفتكر ان الفيروس هيسيبك يعني تخدي راحتك يعني هيتغير الى شكل اخر وهو مازال بيتغير عارفة في الصين عملوا زي سيكونسينج او تتابع بيرصدوا تتابع المادة الجينية اللي موجودة في الكورونا او في الكوفيد ناينتين نعم الكوفيد ناينتين ده اللي هو الاسم العلمي بتاع الكورونا فلما بيحصل انه لما بيعملوا كده الكورونا دي بتسبب اشياء يعني اعراض كثيرة لا انه هي من خلال 30 سلالة ما فيش فيهم ولا واحدة زي بتاعة ووهن اللي بدأ به الوباء العالمي نعم لانه طبيعة هذا النوع من الفيروسات انها دائمة التغير تتغير دائمة التفارات فبالتالي احنا لما بنيجي نعمل سواء دواء او سواء فاكسين او اي حجم الحاجات دي يكون فعال على نوع معين انما لنا توقع فعاليته للنوع الاخر اه طب الدكتور يقال الموج الاولى التانية تالتة الرابعة ايه المقصود فيهم ده التغير اللي حاصل في 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 الكوفيد 19 تقصد في هذه الفيروس اه طبعا نسبة حدوث العدوى ونسبة الوفيات اه لانه لو الكوفيد 19 ده اه ما يعني بيحصل انه هو الناس في بداية الموضوع كانوا مستهطرين والامريكان كان ترامب يعني سايبها فتح لهم الدنيا ويعمل مؤتمرات انتخابية فوصل موضوع انه بقى يبقى فيه 250 الف مثلا كل يوم حالة جديدة اه يعني 250 الف حالة ما حدش كان متوقع الانتشار السريع بالشكل ما هنا هو بقى التغيرات اللي حصلت خلت نتيجة سلالات اكثر انتشارا واكثر فاتكا واكثر فاتكا اللي هي مثلا سلالة جنوب افريقيا ويليها سلالة انجلترا اللي هو اللي بتشوف في انجلترا ما صحة اللي بنسمعه حاليا اليوم الذي يصاب بالكورونا او الكوفيد 19 يعني حالته حتكون اسوأ مما اصيب بالمرحلة الاولى اي شخص اخر او انتشار العدوى حيكون اسرع بالاول كنا نسمع ممكن يعدي شخص واحد دلوقتي انا بتكلم في فلسان الناس بيقول لا صار ممكن العدوى تنتقل لعشر اشخاص او اكتر هل هذا الامر صحيح او لا صحيح ويمكن تلاحظين دلوقتي العيلة باكملها دلوقتي العيلة باكملها يعني واحد يعي العيلة كلها لانه الفيروس نفسه مع التفرات اللي بتحصل له اصبح اكثر قدرة على العدوى على الانتشار فيه فرق بقى بين انه اخيرا اعلن دكتور فاتشي اللي هو يعني كبير اطباء الامراض المعادية انه في الولايات المتحدة انه سلالة جنوب افريقيا بالفعل اشد شراسة مش بس اسرع لا دي اشد شراسة في الاعراض والمضاعفات اللي ممكن تحصل اشتركوا في القناة